في هذا الفيديو، نستعرض كل أبراج اليوم وما تخفيه من مفاجآت على كل الأصعدة إذا أردت الاطلاع على حظك وبرجك بشكل يومي، فقط اضغط على زر الاشتراك ثم على جرس التنبيه وسيصلك إشعار يومي بكل جديد برج الحمل عليك ترتيب أفكارك اليوم والتفكير جيداً في كل كلمة قبل نطقها إنه يوم مصيري في حياتك العملية ربما تنتقل إلى مرحلة كبرى مهمة أو تظل مكانك بلا حراك الإختيار بيديك أنت قادر دائماً على التحكم في مصيرك على الصعيد المهني اليوم رائع في العمل تحتاج فقط إلى قليل من التركيز والجد ساعد زملائك لتنهو المشروع الحالي بنجاح على الصعيد العاطفي كن ألطف مع عائلة شريكتك وأصدقائك فهذه الأمور تقربك منها أو تبعدك عنها تمسك بها فهي المرأة البثالية لك على الصعيد المادي لا تبخل بأي جهد من أجل النجاح في عملك هذا فقط ما سيكفل لك حياة مستقرة وكريمة كل شيء سيكون على ما يرام برج الثور تشعر بالشك في بعض الأشخاص من حولك على الرغم من أنهم مقربون جداً لك أنت على حق في اتخاذ الحذر فلا يمكن الوثوق بأي شخص هذه الفترة لكن في نفس الوقت لا يمكن التشكيك في الجميع والعيش وحدك فكر من منطقية على الصعيد المهني لا ينبغي أن تواجه مشاكلك في العمل بهذا الضعف عليك أن تتحلى بالقوة والثقة بالنفس إن أردت الانتقال إلى مكانة أكبر على الصعيد العاطفي لا تستقل باللمسات البسيطة في العلاقة فمن شأنها نقلها إلى مرحلة جديدة كبيرة أو إنهائها تماماً فكر مرتين على الصعيد المادي تشعر برغبة في القيام بشيء غير معتاد وجريء ربما الاستثمار في مشروع جديد سيعود عليك بالخير خذ التجربة برج الجوزاء أطلب المساعدة من شخص تثق به فأنت لن تقدر على تحمل المسئولية وحدك ولا التعامل مع الموقف بالكامل وهذا لا يعني أنك فاشل بل أنك فقط تنقصك الخبرة لا تكابر حتى لا تقع في مشاكل أنت في غناء عنها على الصعيد المهني لا تسمح لنفسك أبداً بالتدخل في حياة أي شخص من حولك ولو من باب النصح والحب ما لم يطلب منك أحد ذلك على الصعيد العاطفي كن ألطف في التعامل مع شركتك فهي تحتاج إلى دعمك اليوم لا داعي للشجار على الأمور التافهة كن أكثر تفهوماً على الصعيد المادي كن أكثر ذكاء في التعامل مع أمورك المادية لا تنفق أموالك بهذه الطريقة المستهترة كن أكثر حكمة برج السرطان تفكر في الماضي كثيراً يا رجل برج السرطان وهذا ليس أمراً جيداً على الإطلاق فهو يمنعك من التفكير في الحاضر أو النظر إلى المستقبل بتفاؤل لا مانع من التعلم من أخطائك أو التفكير في تجاربك السابقة بشرط ألا يوقف هذا حياتك على الصعيد المهني جلسات العصف الذهني هي أساس أي مشروع ناجح حدد جلسة مستعجلة اليوم مع فريقك وضع خططاً للمشروع المقبل على الصعيد العاطفي حين تبدأ بالشعور بشيء غير لطيف بتاتاً في العلاقة استعن مخبرات أصدقائك هم سيخبرونك كيف يمكنك التعامل مع الموقف على الصعيد المادي أظهر بعض الاحترام لمن حولك فالقائد الحقيقي لا يتكبر على موظفيه بل يشجعهم ويشعرهم بالانتماء والثقة برج الأسد تدخل مرحلة جديدة في حياتك منعطف جديد وقوي وصعب التعامل معه لكنه ليس مستحيلاً عليك أن تتحلى بالجرأة والهدوء تقبل التغيرات الكبيرة في حياتك وثق بمهاراتك على الصعيد المهني ناقش مديرك في بعض التفاصيل التي ترى أنه لا فائدة منها في المكتب لا مانع من إبداء ملاحظاتك فهذا يدل على إخلاصك للعمل على الصعيد العاطفي عندما تشرح شيئاً لشركتك عليك الالتزام بالصبر لإيصال الفكرة كاملة إليها لا تتصرف كأنها على علم مسبق بالتفاصيل على الصعيد المادي لا تقارن نفسك بأحد أنت أفضل بكثير من ذلك ارضى بنصيبك واطمح للأفضل لكن دون النظر إلى ما في يد من حولك برج العذراء لا تتصرف بدون ترتيب أو تفكير عليك وضع خطة منظمة لخطواتك التالية إن أردت تحقيق أحلامك والوصول إلى آمالك تواصل مع من هم قادرون على مساعدتك وعمل دائماً من أجل مصلحتك أنت في مرحلة دقيقة من حياتك على الصعيد المهني تقضي اليوم في العمل بكل جهد وهذا ليس شيئاً سيئاً بالعكس ستتمكن من إنجاز كل مهامك المعطلة وتنظيم مشاريعك المقبلة على الصعيد العاطفي ربما يجب عليك التواصل مع شركتك قبل أخذ قرار كبير بشأن العلاقة لا يمكن أخذه وحدك على الأقل تأكد من أن الأمر يناسبها على الصعيد المادي كن ألطف مع من حولك ولا تسخر من أفكار الآخرين فلا يمكن أن تكون محقاً 100% وطوال الوقت برج الميزان فكر في تعلم شيء جديد لغة جديدة أو هواية جديدة أنت في حاجة ماسة لإحداث تغيير في حياتك والتعليم مفيد دائماً على الأقل يفتح لك آفاقاً واسعة ويعرفك إلى أشخاص جدد بوجهات نظر مختلفة ستنفعك في حياتك على الصعيد المهني تحتاج إلى بعض التحفيز بين وقت وآخر قل لنفسك أنك متميز ومختلف عن كل من حولك وأنك قادر على تحقيق أحلامك على الصعيد العاطفي إنجذابك إلى شركتك لا يخجلك في شيء على العكس افخر به وبعلاقتك العاطفية فهي أجمل ما في حياتك على الصعيد المادي رتب وقتك حتى لا تقع في أزمات بسبب تأخرك أو تغيبك عن المواعد المهمة يجب أيضا أن تحدد وقتا لرفاهيتك برج العقرب لا تقول أشياء لا تعنيها تحت أي ظرف وبلا أي تفكير لأن هذه الكلمات ستؤذي شخصا ما بقول أو فعل كن ألطف من ذلك حتى وإن كنت راغبا في توجيه النقد أو إبداء النصح لا أحد يتقبل نصيحة تقال بطريقة سيئة أو مذلة على الصعيد المهني كونك على حق أو لا لا يعني أن تتعامل مع من حولك بتكبر وفوقية على العكس كونك على حق يعلمك أن تحترم من حولك وتساعدهم بطريقة لطيفة على الصعيد العاطفي لا تهم الأصدقاءك بسبب علاقتك العاطفية الجديدة فهم مهمون في حياتك لا يمكن الاستغناء عن الصداقات فهي تظل للأبد على الصعيد المادي صناعة المال لا يجب أن تكون كل ما يسيطر على عقلك يجب أن تهتم ببقية الأمور اللطيفة في حياتك مثل التواصل مع عائلتك وأصدقائك برج القوس كن أكثر سلاسة في إضاح الأمور قليلاً لمن حولك لا داعي للتعقيدات فهم لا يعرفون كل التفاصيل مسبقاً مثلك تذكر أن خير الكلام مقلة ودل وساعدهم خطوة بخطوة في استيضاح المعلومات على الصعيد المهني لا تستمع إلى كل ما يقوله لك من حولك خذ الحذر فربما لا يريدون لك الخير كما تظن لا تفعل إلا ما يناسبك فقط على الصعيد العاطفي يجب أن تكون لك بصمتك الخاصة في العلاقة لا تقلد من حولك بلا تفكير أو مشاعر استمتع بحياتك كما تحبها على الصعيد المادي استهتارك وتبذيرك سيوقعانك في مشكلة مادية كبيرة قد تتمكن من تجنبها إذا حافظت على أموالك بدلاً من الندم بعد ذلك أحياناً تكون مجبراً على القيام ببعض الأشياء التي لا تعجبك ربما ينطبق هذا الأمر على العمل ولكن في حياتك الشخصية لا تسمح لأحد بأن يجبرك على أي شيء أنت لست طفلاً أو شخصية منساقة أنت رجل ناضج قادر على ضبط حياته على الصعيد المهني يجب عليك الاستماع إلى الوافدين الجدد فربما يملكون أفكار مفيدة تناسب المشروع الجديد لن تخسر شيئاً على الصعيد العاطفي من الصعب التركيز إن كان لديك أنت وشركتك الكثير من المشاكل التي في حياتك عليك حلها أولاً اجلسا معاً وتناقشا على الصعيد المادي كن أكثر ترتيباً حتى تتمكن من رؤية الأمور واضحة بقدر الإمكان ثم اتخاذ قراراتك الصحيحة برج الدلو تحمل المسئولية كاملة عن أخطائك وقراراتك ولا تلقي بها على عاطق شخص آخر أنت وحدك القادر على التعامل معها وكن واثقاً من أن تحمل مسئولياتك سينفعك ستحصد ثمرة جهدك عن قريب على الصعيد المهني استمع إلى وجهة نظر عملائك فهذا من حقهم عليك والأهم أنها قد تنفعك بالفعل في تنفيذ مشروعك الحالي على الصعيد العاطفي شركتك متحمسة لتجربة جديدة لكنك تشعر بالقلق ربما عليك الجلوس معها والنقاش قليلاً قبل اتخاذ أي قرار على الصعيد المادي اطلب المساعدة من شخص يفوقك خبرة قادر على أعطائك النصيحة التي ستنفعك في هذه الفترة في حياتك برج الحوت كن متأكداً من أنك قادر على التعامل مع أمور حياتك بالطريقة المثلة وأنه لا شيء يمكن أن يقف في طريق نجاحك وتقدمك فقط يلزمك الثقة بالنفس ووضع قطط محكمة قابلة للتنفيذ على الصعيد المهني كن أكثر ذكاء في التعامل مع مديرك لا تهم الإرشاداته فهو أكثر منك خبرة ويعلم مصلحة العمل أكثر منك على الصعيد العاطفي يجب أن تكون أكثر دقة في الحديث مع شركتك اهتم بما تقول وناقشها في كل تفصيل ادعمها كما تدعمك على الصعيد المادي لا تكن طفولياً في التعاملات المادية كن دبلوماسياً في التعامل مع أصحاب العمل وفكر في مصلحتك أولاً ترجمة نانسي قنقر